صباح الخير عليكم رسالة النهاردة جميلة جدا يعني انا عدت بص لها شوية مستمتعة بيها الحجر اللي فوق الورق ده انا اول ما استحيت حسة الطاقة مائية جدا والورق اكدل ان احساسي صح اكت مقتنع عن الفترة اللي احنا فيها دي فترة كأن احنا هنزرع حاجة احنا اصلا في مدار برج التور ومدار برج ترابي وطاقة ارضية جدا ووقته مناسب جدا الورق كان من بيقول ان ده وقت مناسب جدا ان احنا نمارس فعل الزراعة الطاقية ايه الزراعة الطاقية انك تخيل انحياتك عبارة عن ارض زراعية دي رسالة النهاردة يعني تخيل انحياتك ارض زراعية الفترة اللي فاتت ناس كتير عملت التنظيف بتاع الارض شلتوا الشوائب شلتوا الحاجات رميتوا البزور في بزورة رميت والنهاردة يوم الري مية مية كتير النهاردة طاقة مية كتير النهاردة النهاردة المفروض نروي اهدفنا اللي عمالين نزرع فيها الفترة اللي فاتت بتمرينات تأمل ان احنا نتخيل ان كل بزرق نحطها في الارض حلم ما نفسنا نحققه او رغبة نفسنا نحققها وبعد ما نحط كل البزور طاقة النهاردة جميلة بس فيه نصيحة مهمة جدا جدا من الملائكة انه انت بتزرع او انت بتزرعي خلي فيه حذر شديد من الحاجات اللي هتختروها اتأكدوا ان الحاجات اللي هتزرعوها ايه الحاجات اللي انتو محتاجينها فعلا اللي روحكم محتاجاها مش الايجو او الاحتياجات المادية الارض الحاجات اللي المجتمع بيقولك انك المفروض تحتاجها لأ ازرع الحاجات اللي وعيك وروحك بيقولك انك محتاج تزرعها اه انا مبسوطة بتقت النهاردة اه ويا رب يا رب يا رب يبقى يوم كله سعادة وسلام عليكم مع السلامة ترجمة نانسي قنقر